حضرتك ذكرت في العوامل الخطر اللي ممكن تسبب أمراض الشريان تاجي مرض السكر وحضرتك قلت مرض السكر الذي يهم العلاجه فيه دور لأدوية علاج السكر بتنعكس على القلب أو على الشريان تاجي؟ ده من أحدث المواضيع اللي حقيقة دلوقتي احنا فرحانين بيها جدا في مجال أمراض القلب أنك كان لغاية فترة قريبة برضو عايز أقول خمس ست سنين مش من زمان قوي كانت أدوية السكر وظيفتها الوحيدة أنها تثبت السكر بس لكن ما بتديش أي حماية للقلب يعني مريض السكر اللي بياخد دواء السكر ما كانش عنده حماية من الجلطات كان زيه زي المريض اللي ما بياخدش دواء السكر لكن هو كان بيحميه من حاجات تانية مشاكل الكلا أنه هو طبعا كان بيحميه من تصبيت السكر نفسه من مبعفات السكر يعني لكن ييجي عند القلب لا لغاية ما من خمس ست سنين ابتدى الحقيقة يظهر مجموعة جديدة من أدوية السكر اكتشفنا بالدراسات طبعا وبالتجارب أنها بتحمي القلب كمان وتحمي شرعين القلب بتقل الجلطات يبقى هو هنا بيعالج وينظم السكر ويحمي القلب كمان لدرجة أن احنا كدكاترة قلب بقينا نستخدم الأدوية دي في مرضى القلب اللي ما عنده سكر بشكل وقائي بشكل وقائي وعلاجي لمرضى القلب بدون النظر هو عنده سكر اللي ما عندهوش وهنا هنا ما بتأثرش هي سلبا على مستوى السكر الزبط يعني ده برضو سؤال مهم من حضرتك هل لا وانا المريض بتاعي ما عندهوش سكر وأخذ الدواء دي هالسكر وحيطل لا هي أدوية زكية إن هي بتزبط السكر لو السكر مظبوط ما بيقلش دي أدوية زكية جدا جدا وبالتالي بقينا الأول مرة فرحانين فعلا بأدوية القلب بأدوية السكر إنها بتحمي القلب كمان فإحنا بننصح برضو برضو بالاكتشاف المبكر دي رسالة اللي احنا عايزين نوصلها للجموع إن ما تسيبش نفسك لغاية ما يبقى فيه أعراض لازم كل شوية تحلل برضو بنتكلم على مناطق أو فترات زمنية محطات في العمر بالزبط فوق سن الأربعين لازم كل سنة نحلل سكر ما نستناش لغاية ما يبقى فيه أعراض نحلل سكر لو السكر عالي نبتدي علاج بسرعة ما نهملش في علاج السكر كل ما علاجنا السكر بدري كل ما ده كان حماية للقلب قبل ما يحصل فيه مشاكل فيه الشرعين وفي عضلة القلب تمام